اشتركوا في القناة فرنسي لوكا سيروم طبعا النهاردة بالليل. يوسف لو قدر يعدي النهاردة بإذنها. لعب دولة 16 مع بطل العالم السابق المصري. اللعب الدولي السابق محمد الشرباجي. وبكده بطولة مهمة ل يوسف سليمان. عشان يجمع نقاط أكتر. النقاط دي تقدر تخليه إعلى في الرنك. هو في الرنك. هو من ترتيبه الخمستاشر. من أحسن 16 لعب العالم. هو ده ترتيب جيد جدا. كل التوفيق ليوسف سليمان. وأيضا طبعا مصطفى عسل اللاعبين الدوليين بالنادي الأهلي. هنروح لمنتخب النشآت لكرة اليد. والحقيقة اللي قدر يفوز بطولة أفريقيا في غينيا. ويتأهل لكأس العالم. ألف مليون مبروك. منتخبنا الوطني نشآت كرة اليد تحت 18 سنة. موليد 2004 حق المركز الأول. وفاز بطولة أفريقيا في الفترة اللي تلابت في غينيا في الفترة من 26 فبراير والحد 5 مارس. منتخبنا فاز في النهاية على غينيا صاحبة الأرض والجمهور 35-31. المنتخب بدأ مشواره بالفوز على السريليون بنتيجة 70-12. وبعد كده على جامبيا جامبيا. بنتيجة 57-11. وبعد كده غينيا بتساوى 78-7. والجزائر 53-20. وبعد كده الفاينال. المنتخب بيدومه في 16 لعبة. جنة صلاح مريم محمد فاطمة محمود جهاد وائل جود أحمد لبنى أشرف ملك أحمد ملك هشام مينة الله الحناوي نادين طارق نوال خليل رانا العربي شروق محمود تقى كامل كنزي حاتم لجين أسامة مريم عمر. كل التوفيل وكرة الياد المصرية وخاصة طبعا فريق نشآت. ألف مليون مبروك. إن شاء الله يشرفونا في كأس العالم القادم. هنروح لأخذ أحد الأخبار المحلية. وهو خاص بالنشاط البارالمبي بمصر. شيماء سامي. تتوج بمديليتين في بطولة أسبانيا الدولية للريشة الطائرة لذوي الإعاق. ألف مليون مبروك شيماء. دي صورة شيماء بن بريكلاها وبنحييها. شيماء سامي. لعبت منتخبنا الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة. حققت مديليتين في بطولة أسبانيا الدولية. والتي تلعبت في الفترة من 27 فبراير ولحد 6 مارس الجاري. شيماء سامي. حققت مديليتين دول في منافسات الفردي. في تصفيات W-H1. وكمان حققت البرونزية في تصنيف الفردي المدموج W-H2 زائد W-H1. شيماء كانت حققت المركز الخامس في المنافسات الزوجي المختلط. وده نفس اللي حققته ياسمينة عيسى. واللي حققت نفس المركز في الفردي أو الزوجي المختلط. أما أحمد الدكروري. فما حلفلوش الحظ. هرد لك يا أحمد. إن شاء الله القادم أفضل. وإنه يسعد للأدوار النهائية. لأن رعيته كانت صعبة شوية. شيماء وياسمينة هيسفروا بكرة إن شاء الله. عشان يشاركوا في بطولة أسبانيا التانية. وله تتلعب في المدينة في مدينة كارتخينة الأسبانية. أما أحمد الدكروري فهيرجع على مصر إن شاء الله. البطولين دول من البطولات المحطوطة على أجنت التحدي دولي. كل التوفيق. أو يعني لأبطالنا البرالنبيين. زيهم. زي طبعا الأبطال الأصحاء. هنتبعهم الفترة الجايب بشكل كبير. نروح لتنس الأرضي. محمد صفوط. قدر يساعد منتخب مصر أنه يتأهل بالفوز على أبروس في كأس ديفيد للدور اللي بعد كده. محمد صفوط لعب منتخبنا الوطن التنس الأرضي. نجح في قيادة منتخبنا للبقاء في المجموعة الأفرو أوروبية. الثانية بعد ما فوزنا على منتخب أبروس بنتيجة 3-1. المباراة لعبت طبعا على ملعب السنتر كورت في نادي الجزيرة. صفوط كان فاس بالماتش الأول فردي. وبعد كده للأسف كريم مأمون لعب منتخبنا أيضا خسر الماتش التاني. أما في المزدوج فوزنا على الزوجي الأبروسي. وكان ماتش طبعا صفوط الرابع مهم جدا وقدر صفوط يفوز على بطل أبروس ويمنح مصر فوز والبقاء في المجموعة التانية الأفرو الأوروبية. صفوط كانت عرض موقف صعب في آخر ماتش لأنه خسر المجموعة الأولى بنتيجة 7-5. يعني بتخسر المجموعة الأولى بتبقى صعبة ولكن المجموعتين التانيين فاس بيهم 6-2 و 6-0 فرق مستوى رهيب نزل مجموعتين. يعني زي ما بيقولوا بلغة الرياضة يعني أكل المنافس بحيث أنه فرق كبير جدا جدا. كل التوفيق للتنس الأرضي كده يكون خلصت أخبارنا. خليط على الفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل دكتور إهاب أمين أحد كواديرنا الرياضية المصرية في الجنباز بل في الرياضة العالمية ولكن بعد الفاصل.